أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي تنظمها الوزارة تعد عرصاً قرآنياً فريداً ينطلق من أرض الكنانة من قاهرة المعز من يوم السبت إلى الأربعة ويحمل أجمل معاني السماحة واليسر وفهم صحيح الدين من مصر للعالم أجمع بمشاركة نخبة من أعظم القراء ونخبة مباركة من خيرة شباب العالم ووجه وزير الأوقاف الشكر للرئيس عبد الفتح السيسي على رعايته للمسابقة وأهل القرآن وتوجيهه بمضاعفة جوائزها لتصبح أكثر من مليوني جنيه بدلاً من مليون جنيه مشيراً إلى أن عدد المتسابقين بلغ 108 من 58 دولة